يبدو أن انتفاضة وزير العلاقة مع البرلمان الطهر خاوة ضد تصريحات أمينه العام في الأفلان عمار سعداني في حربه الكلامية مع غريمه في الأرندي أحمد أويحيا لن تمر بردا وسلاما على الوزير المنطفد حيث تعتزم قيادة الحزب عقد اجتماع خاص للنظر في خرجات الوزير نحن في قيادة جبه التحلوطني نقول بأن هذا الأمر وما يحدث داخل جبه التحلوطني ينبغي أن يبقى شأن داخلي حزبي للقيادة وسع النظر في ما تراه مناسب من حلول تبقى للقانون الأساسي للنظام الداخلي فنترك هذا الأمر داخل جبه التحلوطني يعني رجاء الحرب الباردة بين الوزير خاوة وأمينه العام عمار سعداني أثارت تضمرا كبيرا داخل بيت الأفلان عكسته الخرجة الأخيرة لوزير العدل الذي كلف على غير العادة وزيرة التضامن للإنابة عنه في جلسة المصادقة على مشروع قانونه الخاص بالبصمة الوراثية عوض الطاهر خاوة باعتباره وزيرا للعلاقات مع البرلمان لا أتصور أن هناك منع قانوني ولكن من الناحية البروتوكولية والتقاليد التعامل بين الحكومة والبرلمان كان الأجدر أنه ليدخل ويمثل وزير العدل هو وزير العلاقة مع البرلمان وفي انتظار ما ستسفر عنه تطورات هذه الحرب الباردة داخل الأفلان يدور الحديث عن تحركات للإطاحة برئيس الكتلة البرلمانية للحزب ترجمة نانسي قنقر